متسبعي الكرام إليكم حصيرة الفترة المسائية أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة عن تسجيل 249 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مستجد كوفيد ديزنف و 308 حالة شفاء وحالة وفاة واحدة خلال 24 ساعة المنصريمة وأوضحت رئيسة المصلحة الأمراض وبائية بمديرية علم الأوبئة بمكافحة أمراض بالوزارة هندزين في تصريح صحفي أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالة الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 15328 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في جوج مارس الماضي ومجموع حالات الشفاء التام إلى 11827 حالة بنسبة تعافي تبلغ 77% فيما ارتفع عدد الوفاية إلى 200 تصور من حالة بمعدل إيماتة يناهز 1.6% وأتنهي بوزارة متبعي الكرام أعدو عليكم الحصيلة أعلنت وزارة الصيحة اليوم الجمعة عن تسجيل 249 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المتجد كوفيد مارك بايمة و 308 حالة شفاء وحالة وفاة واحدة خلال 24 ساعة المنصريمة وأوضحت رئيسة مسلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة هندزين في تصريحين صحفي أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالة الإصابة المؤكدة بمملكة إلى 15328 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في جوج مارس الماضي ومجموع حالة شفاء التام إلى 11827 حالة بالنسبة للتعافي تبلغ حوالي 77% كما في مرتفع عدد وفيات إلى 243 حالة بمعدل إيمات يوهانيز 1.7% وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظاف والسلامة السيحية والإنخراط في التدابع الاحتلازية يتخذ السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية متسابعي قناة شوف تيفي كنتم مع الحصيلة المسائية من مدينة التازة دمتوا في رعيتل ولللقاء